أهلاً بك في كردستان وبيروداو شكراً لك على الترحيب والاستفافة دكتور راح نحكي عن الكرد الموجودين بالأردن مسلاً سؤال تقميني ومهم بالنسبة إلي مسلاً كم عدد الكرد الأردنيين الموجودين في الأردن؟ يعني في حدود من 70 إلى 100 ألف كرد أردن هؤلاء بالنسبة للوجود الكردي في الأردن يمتد إلى 900 عام عندما أسس السلطان صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية في بلاد الشام ومصر أنت تعرف أنه كان عماد جيشهم الكرد ولذلك استقطب الفرقة الهكارية أكراد من منطقة هكاري في كردستان الشمالية وهذولا هاي الفرقة وضعهم في مدينة الصلط مدينة الصلط هي تقع غربي عمان بحدود 300 كيلو وعطاهم مهمة مراقبة الحركات الصليبية التي تحدث في غور الأردن حوفاً من المد الصليبي إلى شرقي الأردن هذه الأسرة يعني قامت بواجبها العسكري وبعد ما صلاح الدين يعني انتصر على الصليبيين في معركة حطين والمنطقة أصبحت تحت السيطرة الأيوبية هذه الأسرة بقيت في الصلط وظهر منها علماء ومدرسين وإليهم الفضل في إنشاء المدرسة السيفية في الصلط لكن بعد فترة يقال أن هذه العائلة رحلت إلى القدس أها وسكنوا في القدس وسموا الحارة اللي نزلوا بها بحارة الصلطية اسمي إلى الصلط وبقيوا فترة طويلة أئمة المسجد الأخصى وأطلق عليهم عائلة الإمام والآن موجودين في القدس عائلة الإمام هم من أحفاد الهكاريين الكرد اللي سكنوا في الصلط أيضا الصلط حقيقة خضعت للحكم الأيوبي والملك عيسى الأيوبي أنشأ قلعة الصلط هذه القلعة الجميلة التي هدمها محمد إبراهيم باشا المصري عندما غزى بلاد الشام وكان فيه إليه مناوشات مع الإمبراطورية العثمانية نزل إلى اليوم في الصلط حارة الأكراد كمساحة جغرافية يعني الصلطية الآن مقسومين قسمين الحارة وحارة الأكراد يعني معظم العشاء العربية بيقولك أنا من حارة الأكراد أنا كردي نسبة للمنطقة وفي وادي الأكراد أيضا الأيوبيين أسسوا في الأردن إمارة الكرك الأيوبية انتدت ثمانين عاماً أسسها الملك الناصر داهود العيوبي وإليه الفضل في تحرير القدس مرة أخرى بعد صلاحه دكتور ديروك زانة زوج ورابيجم بيتريتشل بردوكان نفيسانديا بسبورة ديروك كردين كل أردني دمين بحصة غالك برهمين ويهانا لسر نفيسكار وزاناين كرد الأردني هل دكتور هل يذكر كقومية في الدستور الأردني الكرد الموجودين في الأردن؟ نعم هو يعني أكمل ما بدأنا به أن الكرد بقيوا موجودين في العهد المملوكي وكان لهم إقطاعات ثمارات وكان في أسماء كردية وفي منطقة عندنا في شمال الأردن اللواء بني الأحسر في قرية اسمها قرية الكردي وكان الملاك الثمار الإقطاعي هو كردي وفي عائلات لازلت في الأردن تدعي أنها من أحفاد هذا الأيوبي أو الملك الكردي يعني عندنا 81 عشيرة في الأردن هي من أصول كردية كردية؟ نعم الدستور الأردني يقول في أحد مواده جميع الأردنيين متساويين في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق والدين واللغة هذا يعني يعطي الخصائص الأردن طبعا فيها أقليات عرقية مثل إخواننا الشركس، الشيشان، الأرمن أقليات دينية مثل الدروز، إخواننا الموحدين يعني موجودين أيضا المسيحيون موجودين هؤلاء لهم نظرة خاصة يعطيوا كوتا في البرلمان لهم حسابات أخرى في الدولة في تشكيل الحكومات نظامنا الملكي متسامح مع الجميع وأيضا فتح المجال للجميع ليأخذ من مكتسبات الدولة أغلبية الكرد في أي محافظة؟ نحن جئنا إلى الأردن بشكل فردي وذكوري وكل واحد له قصة ما جئنا مثل الإخوة الشركس الشركس جاءوا قبائل الشابس والأشائر معينة بعاداتهم بتقاليدهم بلغتهم بس اختلف عليهم الجغرافيا ولذلك السكنوا في عمان واد السير الزرقع وشكلوا ثقل اجتماعي كبير مقرب للسلطة وبالتالي هم أخذوا كوتا أخذوا مكاسب أيضا الإخوة المسيحيين يعني يقدر عددهم بحدود ثلاثمائة ألف لهم كوتا لهم تمثيل في الوزارات في البرلمان احنا سكننا في القرى والأرياف والمدن يعني كل المدن الأردنية لا تخلو من عائلة الكرد يعني عندنا في إربط الرمثة السمر الغور الصلط غور الصافي العقبة عمان الصلط الزرقاء جرش عجلون يوجد بها عائلات كردية هل ساهم الكرد في إنشاء الدولة الأردنية واستقلالها؟ نعم ماذا كان دور الكرد في؟ الكرد الأردنيون قبل يعني مجيء الأمير عبد الله بن الحسين طيب الله شراه الأردنيون شاركوا في الدولة السورية اللي أسسها الملك فيصل اسمها المملكة الفيصلية من سنة 18 إلى 1920 وكان ممثل الأردن من الكرد هو سيدو الكردي ذهب إلى دمشق وحضر المؤتمر السوري العام اللي نادى بوحدة سوريا الطبيعية وأيضا وقف مع الأردنيين في إرسال البرقيات لإحتجاج وتأليف نجان وطنيه لدعم سوريا والملك فيصل ضد الاستعمار الفرنسي اللي كان بعد مؤتمر سانريمو قسم المنطقة بين النفوذ الفرنسي والبريطاني كان أيضا هناك رجال إدارة موجودين في المحاكم في المدن الأردنية الملك عبد الله عندما جاء إلى بعان ليحرر سوريا من الفرنسيين استقبله ضباط أكراد منهم خليل بكر الزازة هذا كان قائد الحرس الأميري للملك فيصل أيضا نظم بدر الدين أيضا عائلات مصطفى الملي أيضا الشريف حسين أرسل أحد الكرد إلى عمان ليمهد للأمير قدومه إلى عمان وهو العلامة السوري خير الدين الزراكلي خير الدين الزراكلي هو من مهد القدوم مع أحد شرفاء من عائلة الحارثي وكانوا في استقبال الأمير عندما قدم إلى عمان أكراد عمان علي سيد الكردي علي الكردي خير الدين الزراكلي وكثير من الضباط الأكراد اللي خدموا في الجيش العثماني منهم خليل بكر زازة نظمي بدرخان من عائلة البرنزانجي كان أحد الضباط رشيد باشا المدفعي هذا من قواة الثورة العربية الكبرى أيضا بقية في العمان واستلم وزير داخلية يعني أول كردي استلم وزارة في الأردن وكان مدير الأمن العام والشرطة أيضا من مؤسسي الدرك والجيش الأردني خليل بكر زازة فهؤلاء ساهموا في تدريب الجيش الأردني وحتى يذكر فريدريك بيك قائد الجيش الأردني أن نسبة الضباط الأكراد في الجيش الأردني نسبة ثلاثة أو أربعة بالمئة يعني استفادت الدولة من خبرات الأكراد الذين كانوا في الجيش العثماني في تأسيس الدرك والجيش الأردني وبقوا مع الأمير حتى أسسوا المملكة الأردنية ساهموا بشكل جيد في تأسيس المملكة طيب دكتور ما هي طبيعة العلاقة العلاقة بين الكرد والعائلة المالكة في الأردن القديمة والحديثة هل هناك فرق بين علاقتهم وعلاقة الكرد بالعائلة المالكة منذ القدم أو الآن؟ علاقتنا مع العون والهاشميين تعود إلى العهد الأيوبي عندما جاء جدهم قتادة من ينبع وكان في صراع في المدينة ومكة على الشرافة تم في تلك الفترة في عهد الملك العادل تعيين آل قتادة اللي هم أجداد آل عون أشراف على مكة المقر فلذلك الأشراف الذين خدموا مكة من العهد الأيوبي وكان آخرهم الشريف حسين بن علي هم من أحفاد قتادة اللي هو من نسل الحسن ابن علي بن أبي طالب أيضا في الثورة العربية الكبرى وشارك ثلة من الجيش الكردي منهم جعفر باشا العسكري رشيد المدفعي في قيادة الثورة العربية وخاصة مع رحمه الله الملك فيصل الأول وكان الطلاع إله دخلوا على الأردن وعلى بلاد الشام وحرروها وأيضا تذكر خليل بكر زازا كان ضابط استخبارات عند الملك فيصل وقائد الحرس الأميري وأول من رفع العلم الثورة العربية بدمشق وفي حلب وفي بيروت هو كردي كردي وبقيوا مع الهاشميين حتى في العراق تتذكر جحفر باشا العسكري مؤسس الجيش العراقي هذا كردي أيضا كثير من أهل بابان ورؤساء وزارات شخصيات كردية في الأردن بقي رشيد باشا المدفعي هذا من الرجال اللي قاتلوا في الثورة العربية الكبرى واستلم مناصب مدير الأبن وزير داخلية أيضا عندنا علي سيدو الكردي سيدو الكردي كوراني أيضا كان هذا وجيه وفي أحزاب الأردنية وشارك في الحركة السياسية الأردنية أيضا نتذكر علي الكردي أحد وجهه عمان أيضا كان عندنا علي سيدو الكردي يعني من من اللي عمله في المجلس التشريعي كان سكرتير المجلس التشريعي البرلمان الأردني وعلى فكرة علي سيدو هو ثالث أردني ينال الشهاد الجامعية للجامعة الأمريكية في بيروت في عهد الإمارة مساهمات كثيرة للكرد في تأسيس الدولة الأردنية لنأتي إلى هذا السؤال دكتور ما هي حقوق الكرد في الأردن؟ من الشكل عام الكردي لأردن يعني ينظر لهم أنهم متساوين مثلهم مثل أي أردن يعني مفتوح لهم الوظائف العامة في الجيش في الإدارة في المجال العام أنت تدرس وتثبت وجودك تستطيع أنك تتسلق الهرم الإداري حتى تصل بدليل أنه إحنا وصل إلى رئاسة الوزراء كردي لو سعد الجمعة لأيوبي هذا يعترف بأنه كردي؟ نعم نعم يعترف بهم أكراد أيوبية من ديار بكر أه كان أبوه رئيس بلدية الطفيلة محمد جمعة أو شيخه رئيس بلدية الطفيلة في العهد العثماني يعني وهذا الرجل كان رئيس مجراء في عام السبعة وستين باللي حصل فيه نكسة حزيران وضياء الضفة الغربية وأيضا كان قائد سلاح الجو في تلك الفترة هو صالح باشا الكل كلهم أكراد في القمة كانوا نعم أيضا طيار الملك الخاص بدر الدين زازة أيضا هو من الطيارين المحببين إلى جلالة الملك الراحل يعني ولذلك الكرد وصلوا إلى مناصب إدارية خاصة في جهاز الجيش والإدارة والمخابرات العامة دكتور محمد يعني حتى الآن الكرد باقينا في مناصب عليا في الأردن؟ والله الكرد في بداية التأسيس الإمارة وفي الخمسينيات والستيانيات كان عصرهم الذهبي تسلموا مناصب قيادية إدارية عسكرية ولكن بعد التعليم وبعد الأردن ما شهدت بحركة علمية أقول لك يعني أن الكرد تلاشى دورهم الكثير الإداري والسياسي سبب المباشر أن الكرد لم يحصلوا على الكوتا التي تعطيهم نائب برلماني يستطيع هذا النائب تحت قبة البرلماني دافع عن حقوقهم مقتسباتهم ويتواسط لهم عند مؤسسات الدولة الكرد هم عبارة عن مستودع للأصوات ولذلك أنا يعني كنت أدعو دائما إلى وجود كوتا للكرد مثلهم مثل إخواننا الشركس والشيشان الإخوة المسيحيون البدو المرأة يعني كلهم لهم حقوق سياسية تضمن لهم الوصول إلى البرلماني الكرد لم يطلبوا الكوتا أو هناك سبب آخر لقد أنا يعني كتبت مرة طالب جلالة الملك الراحل بالكوتا للكرد وأخذها مخبة من الكرد وأعتقد أن الظروف الإقليمية لم تكن مشجعة على إعطاء الكرد هذا الحق لأن الأقراد في بلدهم الأصلي مو مخذين حقوقهم وأيضا كانت الجواب أنكم أردنيون وأن جميع الدوائر الانتخابية على حسابكم لا نريد أن نفصلكم عن الأردنيين يعني هذا شرف إنا أنه إحنا نكون أردنيين مية بالمية ولكن يعني في الانتخابات الأخيرة حاول بعض الكرد أن نزول إلى البرلمان لكن بتعرف أنه الطبيعة العشائرية والحزبية وتفرق الكرد حالة دون وجود نائب كردي يعني للأسف لم يوجد كردي داخل البرلمان الأردني من المجلس التشريعي في عهد الإمارة إلى اليوم لم يجلس كردي تحت هذه القبة يدافع عن الكرد ليس هناك ممثل كردي في البرلمان؟ نعم لا الأردن سؤال هل هناك دعم حكومي لإحياء اللغة الكردية والثقافة والتاريخ الكردي في الأردن؟ نعم لنا جمعية صلاح الدين الأيوبي في عمان هذه الجمعية أنشطتها اجتماعية يعني وليست سياسية هي تبقى يعني تجمع الكرد صار عندنا محاولات إيجاد جمعية الأردنية الكردية للثقافة كان إلى فرع في عمان وفي إربد وكان إلى نشاط يعني جيد وعقد الدورات للغة الكردية وأيضا كنا نشارك في المهرجانات القومية والوطنية بالاستقلال عيد النيروز الدولة الأردنية تحترمنا يعني تسمح لنا بعيد النيروز مثلا نحتفل به نعقد دورات بالجمعيات ندوات أيضا بالمناهج المدرسية يشار أن الكرد هم أحد مكونات المجتمع الأردني كأقلية عرقية تشير بعض الكتب الاجتماعية إلى الزي الكردي الثقافة الكردية الكردي يعني في دور علينا نحن لم نكن فاعلين في الحركة السياسية والثقافية هل هناك حزب كردي في الأردن نكتور؟ لا لا هو يمنع تأسيس حزب قومي على أسس طائفية ودينية لكن هناك يعني حزب يكون مفتوح لكل أطياف المجتمع الأردني في الأردن ليست هناك أحزاب على أسس قومية؟ لا 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 يوجد يعني يمنع القانون وجود حزب سياسي أنه هذا حزب مثلا للمسيحيين هذا الشركة السابق الشيسان لا هو مفتوح حتى الجمعيات يعني جمعية كردية لكن جمعيات ثقافية بس بحق لأي مواطن يكون عضو فيها ومارسوش فقط يسمح لهذه الجمعيات بنشاطات ثقافية وليست سياسية؟ نعم لأنه مقيد بأي ندوة في أي جمعية لا بد أن توافق عليها وزارة الثقافة وأيضا المحافظ والأجهزة الأمنية حتى يضمن سلامتهم وأيضا يكونوا على علم بما يدار ويطرح في هذه الندوات الاجتماعية من أفكار معينة دكتور كيف حفظتم على كرديتكم في أدوردن؟ أنت تقول أكثر من تسامئة سنة وأنتم يعني في موجودين في الأردن وفي المناطق الأخرى في شوف الكرد اللي جاءوا مع صلاح الدين خاصة في فلسطين وهاجروا إلى الأردن بعد نكسة حزيران وثماني وأربعين هؤلاء انسجموا مع العرب وذابوا لم يبقى منهم إلا بعض ملامحهم الجسمية وبعض المعلومات التاريخية أو بعض أسماء العائلات يعني عندنا عدد كبير من الكرد اللي إلهم تسعمائة سنة هي كثيرة بذوبان الشخص في البيئة اللي موجود فيها لكن لا زال كثيرين عندما تذكر له أنك كردي يقول لك نعم أنا أصل كردي لكن تصرفاته وسلوكياته لا الذي حافظ على كرديته هم الكرد اللي جاءوا إلى الأردن وفلسطين في القرن التاسع عشر يعني طازجين شوي يعني إلهم جد أو جدين فقط وأيضا في الأردن في دفاتر العائلة مكتوب العائلة ولذلك هذا الدفتر حافظ على العائلات الكردية آه دكتورة يعني السجل اسمك آغا زازا آه كردي قوران برزنجي بعكس في دول عربية هذه ممنوعة تكتب العائلة يعني البرزنجي بابان عسكري آآ ديركي أبو رسول خضر هاي يعني عائلات كردية مشهورة بالأردن نعم معروف مثلا سوركي حافظتم بهذه الأسماء الكردية على وجودكم في الأردن ككرد نعم أنت أصلك من سورك دكتور نعم سورك مدينة في شمال كردستان مدينة مشهورة يعني سورك في إلنا كاتب كردي مشهور شاهين بكر سوركلي موجود بأستراليا هذا كتابك على علي سيد القراني علي سيد الكردي شخصية مشهورة كردية دكتور تفهم كردي شوي إذا حكيت معك بالكردي والله لا أفهم لأنه أنا يعني لنا في الأردن يعني القرن إحنا القرن التاسع عشر والعشرين والواحد وعشرين يعني إنا بحدود 150 عاما والشيء اللي ما بتستخدمه وتنساه فأيضا وخاصة اللغة يعني إحنا نريد أن نفهم العربية يعني ما نريد أن نفهم الكردية لكن في بعض الإخوان في الجمعية كان يعقدوا دورات يعطوا اللغة الكردية شاهف هناك دورات تعليم اللغة الكردية بالأردن؟ والله كانت عندنا جمعية تعطي دروس وكذلك الجمعية الأردنية الثقافية الكردية تعطي يعني دروس للطلبة أو الذي يريد أن يتعلم الكردية كم كلمة كردية فيك تتقنها؟ والله أنا روز باش روز باش روز باش سيرجاو سيرجاو سيوباس سباز هربجي كردستان هربجي يعني هربجي باش أغفيري كردي موناري يعني كنت أعمل هال المقابلة باللغة الكردية دكتور محمد يعني والله شوف نحن يكفينا نحن في بلاد الشتات أن لازال عندنا الشعور القومي متقد صح لكن اللغة صحيح أن القومية تحتاج إلى عنصري اللغة والجغرافيا عندما تفقد الجغرافيا ستذوب في المجتمع الآخر يعني لا زل يعني يقال أن الكردي لا ينسى أصلا ولذلك كثير من الكرد في السودان في تشاد في جنوب أفريقيا في أفغانستان في الهند في باكستان هم يتغنون بأصولهم الكردية ونحن يعني في الأردن حقيقة لنا وطنان وطننا الأردن اللي عشنا فيه نحتز حقيقة بأردنيتنا وبالمجتمع الأردني اللي إحنا يعني ننظر أنهم زملائنا أصهارنا إخواتنا في الدين في الطموحات ولا نجد يعني أي تمييز بالنسبة لنا يعني ينظرون لنا بكل احترام وعندما يعرف أنك كردي يقول يكفي أنك حفيد صلاح الدين هذا يعني جميع العائلات الأردنية يعني بعشائرها المشهورة لهم مصاهرة مع الكرد ونحن أيضا مصاهرين لهم يعني أنا مثلا أصهاري آل التل عشيرة كبيرة في الأردن منها وصف التل ومنها ويحتزون بالأصول الكردية لأنه شعر الأردن تزوج مونيفي بنت بابان التي أنجبت للأردنيين أجمل رجالهم اللي هو وصف التل دكتور شكرا جزيلا على هذه المقابلة بس أنا حاب يعني في نهاية الحديث أشكرك طبعا وأشكر المحطة التلفزيونية وأوجه شكر الجزيل لسعادة رئيس الإقليم مسعود البرزالي حفيد صقر كردستان وأنا يعني سررت بما رأيته من إنجازات عمرانية وشوارع ومكتبات وبحس أنه هذا التطوير كان بجهودهم وجهود الشعب الكردي أيضا أوجه كلمة شكر إلى رئيس الإقليم الحالي نيجيرفان برزاني حفيد إدريس البرزاني رحمه الله المجاهد المعروف أيضا لرئيس الوزراء مسرور البرزاني وأيضا ابن الزعيم العظيم قباد طلباني ولإخواننا في السليمانية ولكل الكرد وأتمنى أن يحقق الشعب الكردي حريته واستقلاله مثل باقي الأمم الأخرى وهذا الشعب كما قال الأستاذ علي سيد الكردي أن الكرد لن يموتوا سيبقون لأنهم من الأيام الميديين وإلى اليوم حافظوا على تراثهم وثقافتهم ولم ينسوا أصلهم لكن التغيرات الإقليمية وظروفية هي التي وضعتهم في هذه المشكالية لكن تذكر أن هناك أقوام كانوا أقوى مننا الأشهريين والبابليين والكندان والفينيقيين والفراعين كلهم ذهبوا لكن بقي الكرد في لغته وعادة شكراً